تبع النظام السوري العديد من الوسائل للتأثير على التركيبة الديمغرافية للسكان في البلاد صحيفة لاراثون الإسبانية صلتت الضوء في تقرير لها على وسائل نظام قائلة إن سوريا تشهد اليوم تغييراً ديمغرافياً واضحاً يستهدف الأغلبية السنية الموجودة في البلاد وفي المستقبل القريب قد يتحول السنة إلى أقلية فيها وهذا ما سيحدث للمرة الأولى منذ قرون في بلد عربي الصحيفة بيّنت أنه قبل عام 2011 كانت سوريا تضم حوالي 16 مليون سني ونحو 9 ملايين شخص بين علويين ومسيحيين وأكراد ودروز وغيرهم من الأقليات الأخرى وبعد 7 سنوات من الصراع لم يتبقى سوى 8 ملايين سني في سوريا حيث اضطر النصف الآخر للجوء إلى بلدان أخرى من منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وأوضحت الصحيفة أن عمليات استبدال السكان السنة بالشيعة تحدث بشكل رئيسي غربي سوريا بين حمصة ودمشق حيث فرت الغالبية العظمى من السكان السنة كما حدث أيضاً في المنطقة العلوية في اللاذقية وترتوس وجبل الأكراد شمال غربي سوريا حيث تم طرد السنة تحت ذريعة تطهير المنطقة من الخطر الإرهابي وبحسب الصحيفة تم في المرحلة الأولى تنفيذ عمليات القصف الجوي وفرض الحصار والتجويع على السكان ومن ثم تنفيذ ما يسمى بعمليات التطهير وفي المرحلة الثانية تم تحديد زمن وقف إطلاق النار وترد السكان المحليين الذين ظلوا على قيد الحياة من المنطقة وأخيراً دخلت القوات التابعة للنظام للإعداد للمرحلة النهائية وهي الاستيطان الشيعي وفقاً لتقرير صحيفة اللارثون ترجمة نانسي قنقر